خناء النهاردة ايه عندهم خناء عندهم خناء كبيرة جبهة محمود حسين مع الجبهات الاخرى عمر الدراج ومش عارف مين محمود حسين محمود حسين الارهابي ده واخد الفلوس ومحمود هو اللي بينفق على القنوات وينفق على اللي يحبهم ولكن في مجموعات اخرى بعيد عن محمود حسين محمود يقطع عنها زي ما بنقول كده كل حاجة فتخيلوا حضراتكم فيه خناء حصلة ما بين محمود حسين الارهابي والارهابي الاخر عمر الدراج والارهابي جمال حشمة وقيادات الارهاب مع بعض صراع على المال والنفوز تركيا النهاردة بقت على اراضيها تستضيف مكتب الارشاد لجماعة الاخوال الارهابية احنا عندنا انتهت جماعة الاخوان ومبقاش عندنا حاجة اسمها مكتب ارشاد لجماعة الاخوال الارهابية في مصر انتهت فاردوغان طبعا يعني نكاة في الشعب ووقوفه ضد الشعب المصري وثورة 30 يونيو العظيمة اردوغان قرر انه مكتب الارشاد يبقى موجود في تركيا واصبح مكتب الارشاد النهاردة يتم كمكتب وتنظيم والعمليات الارهابية المسلحة تدار من على الاراضي التركية بعلم المخابرات وبعلم اردوغان شخصيا يعني ما فيش جريمة ترتكب في مصر الا اردوغان يعلم بها يا ساعة التنفيذ يا قبل يا بعد المهم اردوغان ما عندوش مشكلة انه يتم يتم تنفيذ عملية الارهابية داخل الاراضي المصرية اردوغان موافع على ده لان اردوغان وفق على استضافة قيادات جماعة الاخوال الارهابية بالكامل وفق اردوغان على افتتاح مكتب الارشاد لجماعة الاخوال الارهابية على الاراضي التركية وفق اردوغان على تواجد قيادات الجماعة المسلحين الارهابيين وفي مقدماتهم الارهابي علاء السماحي والارهابي يحيى موسى اللي هم بيدير الاتنين دول بيدير العمل الارهابي المسلح فهنا اردوغان كل اللي بصدفهم جماعة الاخوان الارهابية وقيادتها يعني بصدف من اول محمود حسين وانت نازل كل قيادات تكلفات اللي بتطلع كلها من داخل اراضي التركية التمويل بالكامل سواء بيجي من قطر عن تركيا الى بطرق اخرى فالتمويل هنا التمويل ما بين قطر والعمل المسلح تركي يعني قطر تتولع عمل التمويل للتنظيمات المسلحة اللي هي بتشتغل لحساب جهاز المخابرات التركية فاحنا نبقى عارفين حدودنا بنتكلم مع دولة شكلها ايه عارفين حدودنا بنتكلم مع مين ده اللي بيتم النهاردة ده اللي بيتم زي نبقول لحضراتكم الان فاحنا بنواجه مين ونتكلم ايه ومين النهاردة بيجي يقول لنا اردوغان انا بقول لحضراتكم اردوغان انه ادى هذا الامر لسلطات بداو وادى الامر استضافت جميع هذه القيادات هم بيدخلوا ازاي ده هم بيجيبوهم مختلف دول العالم وبقت النهاردة الملاز الامن لكل جماعات الارهاب مش مصر بس كل الارهابين من مختلف دول العالم موجودين في تركيا كانت زمان مين افغانستان فانتقلت البقرة اللي كانت في افغانستان في اواخر من بداية السبعينات والثمانينات والتسعينات لحد 2001-2005 تقريبا لحد تقريبا انتقلت المجموعات دي الخلايا دي اللي كانت زي نبقول لحضراتكم فاكرين افغانستان انه يتذكر افغانستان النهاردة بقت تحولت تورابورا اصبحت تورابورا هي في تركيا فتنتقلت تورابورا افغانستان الى تورابورا اسطنبول وتورابورا القارة وتورابورا مختلفة المحافظات والولايات التركية فتتحول قيادات الارهاب النهاردة بيكملها بيكملها بتسلحها بعتدها بميليشياتها باموالها بالكامل بمراكز تدريب تركيا النهاردة خليوا بالحضراتكم ما بقاش الموضوع انه الصدافة لا ده بتديرهم كمان المعسكرات يعني النهاردة تركيا بتفتح معسكرات لتنظيمات الارهابية فانا بقول لكم بالزبط الصورة التي كانت في افغانستان في الماضي اصبحت النهاردة على الاراضي التركية معسكرات تستقبل الارهابيين من مختلف دول العالم هي دي الارض اللي بيكلموا عليها اللي هي ارض الخلافة فارض الخلافة المزعومة النهاردة فتحت ابوابها للارهابيين للميليشيا من العالم تأتي الى ارض الخلافة المزعومة في تركيا وتتحول تركيا من دولة علمانية الى دولة النهاردة تستضيف كل رؤوس الارهاب حول العالم موجودين فين؟ على الاراضي التركية واردوغان وجهزة مخبرات اردوغان هي اللي بتحرق قيادات الارهاب يعملوا النهاردة في مصر يعملوا النهاردة في تونس يعملوا في ليبيا يعملوا في السودان يعملوا في الجزائر يعملوا في اليمن يعملوا في العراق يعملوا في السعودية يعملوا في الامارات يعملوا في اي دولة فاللي بيحرك الناس دي يعملوا في سوريا طبعا في الاردن في اي دول ما هو زي نقول لحظاتكم هو ماسك المفتاح المفتاح عنده عند اجهزته اللي هي الاجهزة جزة المخابرات التركية هي المسؤولة عن هذه الجماعات بالكامل اللي هي موجودة النهاردة تحت لواء أردوغان شخصيا الذي يدير هذه العملية هذا الدكتاتور مع جزة مخابراته هي المسؤولة عن هذه العملية اللي بتحصل أردوغان بيأخذ الحاجات دي في ايده يهدد الغرب يهدد الغرب اللي هو ما سيسيب عليه كل لاجئين هو ما بيتكلمش عن لاجئين لا ده هو يسمح ان يبقى وسطيهم مين اللي هو العازي يهربهم العازي يوديهم منك عشان يعملوا عمليات على فكرة معظم العملية اللي حصلت في أوروبا لفترات اللي فاتت كان معظمها جيين اشتغلوا في موجودين في تركيا على الأراض التركية هو السفير الروسي لما تم اغتياله على هوا مباشرة مين ده واحد من أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي يعني المتورط فيه حزب أردوغان مش حد تاني وأنصار أردوغان هم المتورطين في هذه الجريمة اللي بيتم محاكمة ناصر ولا حد يعرف النهاردة عملوا ايه ترجمة نانسي قنقر